هي رسالة وليست عقوبة العقوبة لم تأتي بعد ولكن هي رسالة واضحة ومهمة أحب أن أعود إلى عام 2003 وأحب أن نوه إلى صفقة غير معلنة كانت ثمن للتغيير في العراق أو جزء من ثمن التغيير في العراق قد يعرفها البعض وقد لا يعرفها البعض الآخر وهي الصفقة تقول أن السياسة النقدية العراقية والتي استعتمد على الواردات الأساسية العراقية التي هي واردات النفط سوف لا تأتي إلى العراق مباشرة وإنما تذهب إلى حساب معين موجود في أمريكا ومن هذا الحساب يتم تغذية البنك المركزي العراقي والمفاصل المالية العراقية ضمن بروسس معين اتفق عليه الطرفان في ذلك الوقت وكان هذا السبب هو لحماية الأموال العراقية من مطاردة العقوبات والشكاوة المقامة على العراق بسبب الحصار وما قبل الحصار وما بعد الحصار الاقتصادي الذي جاء العراق أثر الغزو العراقي إلى الكويت هذه الحقيقة الكثير يتجاهلونها بصراحة أو يتناسوها أو يتوقعوها أنه انتهت أو لم تعد لها قيمة بل بالعكس هي هذه الضمانة التي على أساسها يتم التحكم بالاقتصاد العراقي وخصوصا السياسة النقدية بصورة غير مباشرة لذلك بإمكان المتحكم الذي هو مثلا إدارة الولايات المتحدة أو البنك الفدرالي الأمريكي في أنه يغض الطرف في بعض الأحيان عن بعض الممارسات أو بعض التجاوزات ولكن في أي لحظة يحاول أن يشدد الإجراءات وهنا نؤكد على مبدأ تشديد الإجراءات أي أنه لا يوجد عقوبة حقيقة لا يوجد صدر عقاب أو صدر قرار لمحاصرة العراق أو لأضعاف العمل العراقي ولكن فقط أصبحت الإجراءات أكثر تشددا فرأسا انكشفت الكثير من الأسواق في داخل العراق ولاحظنا أنه صار عملية تباين بالسعر ما بين الدولار وما بين الديناء العراقي وتأثيرها على الأسواق وتأثيرها على الحالة المعيشية وتأثيرها على الحالة النفسية على المواطنين وتأثيرها السياسي على حكومة السيد السوداني اشتركوا في القناة